بشكل مفاجئ وفي طرف من نهار استيقظت الحكومة في بغداد لتجد مقرات وصفتها بالوهمية تابعة لميليشيا الحجد فأزدت لما يسمى أمن الحجد مهمة إغلاقها بشكل متواتر وسريع أكثر من 15 مقرا لفصائل راسخة في ميليشيا الحجد دوهمت واعتقل مسؤول مكاتبها في حملة قالت عنها القوات الحكومية إنها عملية تطهير للميليشيات من المنتح لنصفتها لا سيام مع تصاعد الاتهامات عن عمليات خطف وابتزاز تمارسها تلك الفصائل هي أقرب لممارسات عصابات المافيا وإذ لا يكاد يقنع أحد بتحرك الحكومة ضد مقرات موجودة منذ سنوات بل وينتقل عناصرها بأسلحتهم وآلياتهم أمام القوات الأمنية علنا فإن الضبابية الصورة تحيل إلى صراع نفوذ حتمي على مغانم الحرب بشقيها المادي والمعنوي خصوصا وأن قادة الميليشيات وإن اجتمعوا على الولاء لطهران فهم متنافسون بينهم كالخصوم لتعدد المراجع والغايات أول ضحايا التصفيات كان أوس الخفاجي زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس الذي مضى على اعتقاله أكثر من أسبوع ثم تلاه علي الصقري زعيم ميليشيا الانتفاضة الشعبانية بذريعة عدم ارتباطه بالحشد لكن صورا له مع المالك والعامري والخزعلي وغيرهم فندت تلك ذرائع ومما يحصر فهمه استدعاء خطاب النزاهة الملفت أمام فصائل دون أخرى فقد رأى مراقبون أن صراع الميليشيات بدأ بالتهام الصغار واستثنى الكبار ذوات النفوذ والسلاح المتوسع إلا أن صداما وشيكا قد يندلع حال استمرار التنافس المحموم على السلطة بينهما في الوقت نفسه يرى كثيرون أن ما يجري هو بداية لتطبيق أمر أمريكي بتجميد عمل الميليشيات بالتزامن مع تحركات القوات الأمريكية في العراق وبلوغ حرب التصريحات بين طهران وواشنطن حد التهديد المباشر فباتت حكومة عبد المهدي وسط كماشة عرابها بين اليد الأمريكية والمخلب الإيرانية ولكلاهما في ذاكرة العراقيين جريمة وشواهد ترجمة نانسي قنقر